مستقبل مجهول وحاضر ليس كما يطمحون حلم التعيني بقى حلماً لدى الكثير من الخريجين أحمد واحد منهم تخرج لكن أبواب التعيني أمامه كانت موصدة حلمه موظف بتخصصه أما واقعه فعملوا ديليفري في أحد المطاعم ببغداد بعد أن هيمنت المحسوبية والواسطة كما يقول على فرص التوظيف أنا أحمد خرجت معهد الدارة اتخرجت اضطريت لأن ماكو فرص تعيين إلا بحزب لو بفلوس فاصطريت أشتغي هنا بأحد المطاعم ديليفري حتى عايش نفسي وعايش حالسي حال أحمد كحال الكثيرين من الخريجين فأصفاد المحسوبية كبلت ملف التعينات وألقت به خلف قضبان سطوة بعض الأحزاب بحسب مراقبين لترتفع أسهم التعينات الفضائية وتنحضر فرص التعينات للكثير من الشباب ما دمنا نسير في طريق المحاصصة ولم يكن هناك اصلاح حقيقي ولم يكن هناك بناء حقيقي سنبقى رهينة هذه الأحزاب وسنبقى رهينة المحاصصة وسيبقى الشعب يلوك الصبر وكل ما مر عام يكون أسوأ من الذي سبقه لم يتعين أحد ما لم يدفع رشا وبأرقام فلكية حتى يحصل على وظيفة وتخرج الجامعات والمعاهد العراقية ما يزيد عن مئة ألف طالب سنويا لكن لا تستوعبهم مؤسسات الدولة فيضافون بالتالي على قائمة العاطلين عن العمل مصير المجهول ووعود المؤجلة تواجه ألاف الخريجين سنويا مع تعظمي نسب البطالة أمر يفتح الباب أمام الواسطة والمحسوبية لتلعب دورها في ملف التعيينات من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر